المكاسب الميدانية لقوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي وموقف الرئيس هادي الذي أكد أن الحكومة الشرعية لن تعطل عمل ميناء الحديدة ووجوب انسحاب الحوثيين من المدينة ومينائها أو الحسم العسكري كشرط لاستئناف المفاوضات السياسية ووقف العملية العسكرية كل ذلك كانت نتجته رضوخ ميليشيات الحوثي وموافقتها على تسليم الحديدة ووضع مينائها تحت إشراف أممي فقد أبلغ المبعوث الأممي مارتين غريفث الرئيس اليمني عبدربو منصور هادي بموافقة الحوثيين على وضع الحديدة تحت إشراف أممي وخلال لقاء غريفث مع هادي بالعاصمة المؤقتة عدن لمناقشة مساعي تجنيب الحديدة مواجهة عسكرية واستئناف المفاوضات السياسية أكد هادي أن الحوثيين يحفرون الخنادق في الحديدة ويقطعون الخدمات على المواطنين بهدف المتجرة والمزايدة بمعاناتهم وتسويقها لمصلحة مشروعهم في المنطقة ميدانياً تواصل قوات الشرعية مدعومة من التحالف عملياتها باتجاه مدينة وميناء الحديدة كما شنت القوات هجوماً عسكرياً واسعاً على مواقع ميليشيا الحوثي جنوب الحديدة في إطار المعركة الرامية لاستعادة المدينة ومينائها بالتزامن مع ذلك أطلقت قوات الشرعية عملية تمشيط في منطقة الفازة والمناطق المحيطة بها والتي تشهد تسللاً للحوثيين وذلك لتأمين الطريق الساحلي الذي يعد خط إمداد للقوات المشتركة والتحالف العربي إلى مدينة الحديدة ويمثل ميناء الحديدة الذي يتسيطر عليه ميليشيات الحوثي آخر منفذ بحري لها للتزود بالأسلحة المهربة من إيران بينما تمنع دخول المساعدات الإغاثية التي تهدف لتخفيف معاناة الإيمانيين عن طريقه